الأسئلة الأكتر شي محرجة هي الأسئلة الجنسية أنا بحب كثير الموضيع التابول نحن جميل نحط كل شي على الطاولة ونحكي عن شو ما بتكون مع مرادي يعني بطريقة طبيعية كيف نعليل تستوستيرون إذا التستوستيرون وقت الدوبامين بيقشطه مش هيك نتحاسس حالي قد كيب عامتاً لازم نبلش ناخد تيارتي ما حد قدر جيب أولاد إذا عم تاخد تستوستيرون عم نقرب على بدوية يمكن تطول العمر كمان هل بدنا نطول عمرنا لا ما بعلم بمنطقتنا هوني ليه عنا هل قد ضعب بالفيتامين دي بالعالم في 80 ألف كاميكل تقريباً وأكتر يمكن قال من واحد المية منهم عليهم تست إذا بيقذوا الإنسان ولا لا لو تاخد أوزنبك شو بيصير يعني بتخف القبلية فينا أنا خبرة ما تسأل حاكي مسأل مجرد رين الماين والجسم علقين ببعض وأنا كنت مزنب بديقول إنه ما كنت أهتم بالنساء بعد الولادة كثير قليل نحكي معن النساء بتبهو في كنت أعملوا ما حداً بيخدها جد شدي حالك رجال كمان بيعملوا في كوفاتس إنه بصيروا رجال ينصحوا في منهم بيحسوا حتى كرامس السيدة عم بتولد عم تحسوا هادول الأشياء نحكي كثير عن تجميد البوايدات لأنه ما في توعية النساء يلي بيعملوا البروستيجر لما بيوصلوا عن عمر مفروض يعملوا أبكر بالعمر إذا فيك تفسير شو تجميد البوايدات شو رأيك بالإنترمينت الفاسي هو يعتبر كمان بايو حاكي كيف واحد يطلقى أطبيح حاكيه وبيبسهلوا خليل الأسيلة هلو للمية وسبعة وسبعين ألف وثمينمية وخمسة وخمسين سبسكرايب وأهلا وسهلا بالسبعين بالمية يلي مش عاملين سبسكرايب بس عم بيحضرونا فعملوا معروف عملوا لايك وعملوا سبسكرايب للشلال مرحبا لسرده أنا ميدي عزوري وأنا معين جابر اليوم سردتنا مع الدكتور لابيب بغلمية حكينا عدة موضيها كتير حلوة وإن شاء الله أنتم تستمتعوا كمان بهذا الحوار بالمأنويات يمبسطنا فيه مثل العادة قبل مبلش هاد السرد بنا نذكر الخمسة بياترونز اللي سنو عم بيدعمونا وعم بيأمنون لاستئليتنا من الأول للآخر لأنه كل الدعم اللي أنتم فيكن تعطونا هي فيكن تروح على patreon.com slash SaturdayAfterDunner سوء بالتأكيد شكرا لأيلي بارت شكرا لأيلي حداد شكرا لأنتوان الخوري شكرا لأمارون الحرب و هي أخير واحد رمزي سوكي شكرا لأيلي شكرا لأيلي شكرا لأيلي سوكي شكرا لأيلي شكرا لأيلي رمزي سوكي شكرا لأيلي شكرا لأيلي شكرا لأيلي شكرا لأيلي شكرا لأيلي شكرا لأيلي كثير مبسوطين أنت معنا اليوم أنا كثير محمس لهذه الحلقة بفتكر هذه الحلقة تكون أول حلقة طبية يمكن مهارك اليوم هاي أول واحدة بحضركم أنا أميركا كثير محمس شكرا لأيلي نحن نسألنا فترة أول ما بلشنا البودكاست ما أنا نحكي عن شي هيك خصوا بالطب بس ما عملقي الشخص المريزم بعدين حكيت لأيلي بعدت لأيلي ميسج لأيلي أنك جاية إنت على لبنان من مايامي أنا هاييه 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 انتا تبيب نسائي و توليد و كيتب كتبين رح نحكي عنهم كمان هذا أول واحد اسمه جانتوكس ليف كلين و أخير واحد ياللي تولي هالله مش من زمين رفرامي the fourth trimester رح نحكي عنهم كمان ياللي كانوا يحضروا التليفزيون من شي عاش سنين بلبنان باركي بيارفوك كنت عندك برنمج مع صندقين عطالة يعني نحنا كتير كتير من نحبك كنت اسمه و لازم تعرف كنتو كوهوش two season كنتو عم تحكو عن أساس كينو تابو بوقتاو بعضن تابو اليوم صحة جنسية صحة جنسية بعضن تابو هاييه 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 المشكلة ياللي نحنا من وجهها يعني في عدة موديار منا نحكي عنهم معك وفي هيك كمسي اللي عناييه هون صح انا بحب كتير الموضيع التابو نحنا كمان صح سيئة بدنا نحنا كمان سيئة بدنا نحنا كمان نحط كل شي على الطاولة و نحكي عن شو ما بتكون أمر رادي نحنا يعني بعتد من أن نسألك أول سؤال يعني طبيعي هو ليش انت كتبت وليك كمان بركي فيك أول شي تبلش به ليش كتبت جن توكس ليف كلين اذا بشوف بأول كتب جن توكس ليف كلين انا كنت كو اوثر مع طبيب تاني هذا الطبيب تعرفت عليه بأميركا بالغلط كنت بعشها عند شخص حكيم تاني لبناني دكتور رودولف ايبروين دكتور رودولف كان قاعد حدي و ما عم نحكي كنت بعد نرجاية من لبنان بعد الوضع بلبنان وكنت عن جد تعباني كتير يعني حياتي كانت إرهاق بعد أربع آم بعد أربع آم بعد الحياة في لبنان ما فيه تؤسير أزمات بعتاد يعني هيك شي وصلت لهونيكي فكرتوا حتكون حياتي شوي أهيان بس ضليتني تعبان ما عم نامي منيح رغبت الجنسية كمان معدومي فينا نقول وعم بحكي معه هيك كاجولي يعني قالي لبيب منيش ما بتعمل يتشك تستوستيرون مستوى التستوستيرون بجسمك أنا طبيب بعرف أن التستوستيرون بيوتى عند الرجال بس مش بعمري كانت وقتها عمري ستة أربعين سبعة أربعين مش معقول يكون هالقد واطئ يعني ويكون واطئ عند التستوستيرون هيك عادة بيصير بالخمسة وستين وسبعين يعني من تسميها الاندروبوز الاندروبوز مانو بوز يعني مانو بوز يعني معنو مان بوز يعني نكون للرجال مان اسمها الاندروبوز دعنو الاندرجنز هني الهورمونات الذكورية فراحت بعض يومين على اللاب عملت التست واطئ نقزت شوالت نو يمكن بابي السبب لش عم بحس هالطعب وهالفتيق مزمن برين فوق بحس كأنو كني سكران كل الوقت يعني ما عندي أنرجي أعمل شي قالي رودي أنه يمكن هذا السبب لازم تبلش رجع تاخد تستوستيرون أكيد أنا ما بدي بلش فوت بالتستوستيرون لأنه البداعف ليش ليش صار معي هيك فبلش تقرأ كثيرا لأسباب اللو تستوستيرون اكتشفت أنه المواد الكيميائية اللي نعيش حوالينا كل يوم ممكن تكون سبب المسمي المسمي هلأ المواد الكيميائية ما في مهرب مننا كلنا محووطين بكاميكلز يعني خاصة بالبناء بكل العالم أكيد في بلاد أكتر من غير بلاد بس أنه كلنا معرضين ونحن جسم الإنسان بيتخلص من هالكيميكلز يعني عنا الكلاوي بيتخلصوا منهم بالبول عنا المصارين بيتخلصوا منهم جسم يطهر حاله النفس طبعا جسم يعني جسم قيلة رهيبة ما دوري واحد يخاف انه يجيه توكسنز بس مرات بيوصلوا على لفل ونباطل واحد فيه يقدر يتخلص مننن فقررت تشيكت التوكسنز تابولي فحص بول بتعملوه طلع عندي المواد اللي بتنحط على الكروبس يعني على الويت بلش تغير نمط حياتي انا وحتى مرتي وابني كمان كمان غيرنا اشياء شلنا كتير اشياء من البيت غيرت دواسنين طبعي الشامبو اشياء بسيطة قلت خلني نجرب ما بدك دواسنين مع فلورايد صح كمان في منهم في غير توكسنز فيهم فيهم غير ومش الكاميكلز هدولي ما حدا يعني بالعالم في ثمانين الف كاميكل تقريبا اكتر يمكن اقل من واحد المية منهم عليهم تاست اذا بيقذوا الانسان ولا لا اذا تخيل يعني اكيد لما تشري الشغلة بتقوليه هاي اكيد ما فيها برابلم حسب الباكيرجينج اذا والعالم مبسوطة على الباكيرجينج اذا وصلت على السوق اذا وصلت على السوق يعني اكيد ما فيها برابلم بس مش مزبوط لانه هيدولي منهم نظمين كل شي فغيرت اشياء بسيطة يعني بحياتي بعد شيء ستتشر بلاشت حالي احسن مثل شو غيرت بسيك اذا فينا نقول للعالم دا واسنين كل شيء بلاستيك شلته من البيض طالعنا نستعمل شيء بلاستيك حتى الاكل سننا نجيب شوية اورجانيك اذا مش اورجانيك اه ننظف مزبوط الفويكي هادولامور لانه مثلك البستيسايدز كانوا كتير عالين واحد من البستيسايدز اسمه اترزين هيدا مسلا ممنوع با بيوروب بس بامريكا بعضهم بيحطوا منه سو تخيل يعني بلد هيك مقدم ايه اكيد تدخل السياسة فيها وهالامور ايه 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 ما بس بيحطوا يعني مارك حكي سياسة انا ما بفهم سياسة بس اكيد بيشلونا من يوتيوب ايه ايه ايا انا مش معقول سو تخيل بيوروب ممنوع بس بامريكا بعضهم بيستعملوه ليش شكت البلاستيكس من بيتك اينا اشر اثر البلاستيكس على حياتك البلاستيك هي مواد ساعدة كثير للإنسان ما بدنا نسود لوجه بس نفس الوقت البلاستيك فيها كيميكلز واحدة منهم الفتالاتز بتخلي البلاستيك يكون كثير إضاين وكثير كثير مليابل والبي بي اي اللي كثير استمعنا عنه بالماضي بيعملوا فيه ألعاب الولاد والباكيجينج هيدولي عم بيتبين معنى انه هيدولي ممكن يكون كمان عم بيعملوا انفلاميشن بجسم وعم بيسببوا أمراض خاصة القنينة البلاستيك نستعمل تقريبا 500 مليار النينة بالسنة بالسنة هو الـ 500 مليار ثلاثة رباعهم بالزبالة أو ثلاثة رباعهم وما بيصير لهم ريسايكلي النص التاني ممكن بنكب بالبحر السمك بيكلون نحنا ناكل السمك ويفوت علينا وهلأ صار فيه دراسة مش من زي من بجانوري الفين واربا وعشرين ريسيرتش من كولومبيا طلعوا على برانز معروفة أنينة وليقوا مايكرو النانو بورتيكلي هؤلاء كتير شقف صغيرة من البلاستيك ما بتشوفها العين هؤلاء بيفوتوا على جسمنا وعن بيأسروا على صحتنا كيف بشكل مباشر يعني شو بيصير فيك بيفوتوا بيعملوا انفلاميشن لأنه البلاستيك شي غريب على الجسم بيعمل انفلاميشن بيأسروا على القط طبعنا بيصير فيه أكتر وأكتر وحتى بالعكس هلأ لقوا كمان بلاستيك بالبلسانتا هاي دراسة طلعت هلأ كبيرا بالدام بالراوية وحتى بالبلسانتا المشيمة عند المرأة الحامل سوى البلاستيك عم يوصل لهنيك شو عم بيعمل بالاطفال شو عم بيعمل بجسم الانسان بس السي دي سي في عنده مثل ما قلت مثل بس كمان بيقول لك المواد اللي بنعمل فيها البلاستيك ممكن تعمل زيادة وزن كانسر تشوهات عن بعض الأطفال خلال إلا خاصة خاصة إذا كان البلاستيك صخن أو تراكنية بالشمس لفترة طويلة هول المايكرو بلاستيك اللي هيزيده حيصيره أكتر بيفوتو بالماء بيفوتو بالماء عنا القهوة القهوة بتنحط بالكبات بالبيبر كوب بس جوات البيبر كوب في بي بي اي والقهوة سخنة وعم نغطيها بكوب بلاستيك وعم نشرب منها سوى كمان هاي واحدة من الإشاء اللي وقفتها أحسن شي واحد لذا راح يشتي قهوة يقولهم بيس حطولي إياها بكوب بتابعيتك او جيب تابعيتك مش غلط أبدا مش غلط أبدا انه واحد يعمل هيكي لأنه بلاستيك سخن أو منجيب باكيجين منحطهم بالمايكروويف ومنكلهم ضغرة كمان هايدي بعض أسوأ لأنه عم نصخن البلاستيك فمشينك جبت صيرت أنه وقفت البلاستيك لأنه ممكن يكون عنده مضارات بالمدى الطويل فغيرت مثل تلقيت لك القهوة تابعيت بتابعيته حطها ببلاستيك من الشامبو تابعي غيرته قصص صغيرة قصص صغيرة مجنيت بعد ست شهر حسيت حالي بس حالي أحسن رجعت عدت التستوستيرون كان بمساوأ أعلى هلا ما كان بيرفكت بلا ما تاخد دولة التستوستيرون أو شيء أو حيالة بلا ما ياخد بس لتغيير حياتك يعني تغيير حياتك هلا أكيد تحسنت بس ما صرت بيرفكت بعد سنة من هيدولي كمان بعضهم كانوا بجسمي بس وطيو والتستوستيرون كمان يعلي بعد شوية أكتر عن تاني مرة في تحسن بس مني في نقول بالاوبتمال انه بالمستوى اللي لازم كون فيه أنا بالنسبة لك بعمري بس حسيت حالي تقريباً 80% أحسن بهالتغييرات بسنة فهيدا فتح فتح لي بواب انه يعني ليش عم بيصير فيه هيك انه هول التوكسنز ليش موجودين وحسيت انه لازم العالم يعرفه انه انه فيه حوالينا انتبهوا يا جماعة لانه عم بيسبب أمراض هونيكي فتح باب اللي هو الطب التوظيفي اللي هو كل حياته نحنا بالطب التقليدي منقول هيدا ووهو ساينس هيدا انه مثل تاسي خزع بالات خزع بالات هاي الكلمة فاكتشفت انه لا فيه خزع بالات بس فيه اشياء علمية فيه اشياء عليها دراسات فبحس انه الطب التقليدي اذا بيجتمعوا يعني واحد بيقولك السبب ليه والتاني بيحكم العوارد احسن بيكاملوا بعض بيكاملوا بعض سو ما بعف ليش فيه هالقسمة بيناتهم ففتت اكيد عملت بالفونكشن المادسين انا عم بشتغل شغلي الطبيعي التقليدي وبفتكر ندمجهم سوا هو احسن شي فهيدا فتحت الباب انه نحكي عن التوكسنز نعلم العالم عن التوكسنز وبالحقيقة كتبنا الكتاب انا ورودي وهلق كان مفروض من كم اسبوع يخلص الكورس الانلاين كورس اللي هو فيه مين ما كان ياخد الكورس يتعلم وين التوكسنز ومنبلش التوكسنز من وضة النوم للحمام للمطبخ للسيارة للأفس كله الموديول في واحد فوت عليهم فيديو بيتعلم بعدين موديول بعلمك شو البديل يعني وين بتروح علي ويبسايت فيك تشتري اشياء بديلي لكل هادول الامور هل هرحتك كمان بالدسكريبشن العالم ايه رح نحط الويبسايت ايه رح نحط الويبسايت اكزاكلي هلا الكورس عم بيخلاص بده بده بدت اسابيع وشغلة تانية كمان تعلمت هي انه فيه تطبيق على التليفون بتحطه وبيقلك وبيقلك في يوكا في كليريا ما عم نعمل دعاية لحدا منهم يعني فيه كتير منهم فيه واحدة فيه جروب اسمه الانفيرومنتل ووركين جروب جروب كتير كبير صالهم كتير زمان بيشتغلوا بهالامور كمان عندهم ايه رح نحط الويبسايت بيقول لك ايه رح نحط الويبسايت فيهم ايه اشياء بديلة تستعملون بخوفه مثل علم جديد اتعلمته بخوفه هلا الويبسايت بخوفه بخوفه انا بستعمل اليوكا فتت على الحمام طبعي لشوف الكريمانت وكل البروديوات اللي بستعملون لوجه الديودوران كله هولي بتعمل بيستعمل الويبسايت وبتشوف انه لازم تزد تسعين بالمئة منه مزبوط يعني لا انه في برسنتج انه ايه منيح مزبوط 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 انا رأيه بصراحة مدروح يكبون بس يستعملون بطريقة اقل يخففت استعمالون انلاس عنده مشكلة انلاس حاسس شيء يمكن لازم يوقفون اريفحص حاله هلا الـ شهر الماضي طلع انه لازم نفحص للكميكالز هؤلاء الكميكالز هؤلاء الكميكالز نلاقيهم بالتناجر وهي دول الامور النونستيك تناجر بيطالعوا شيء اسمهم بيفاس وبالاكل بينصح كمان اذا حدا معرض ينفحص نعم نفحص تست نشوف اذا عندنا ايهم بجسمنا بس ما دورد واحد يكب كل شيء عنده بالبيت بس يخفف من استعمالهم يعني اذا فينا بلد شوي بالبدهيات يعني بالنسبة للتستوستيرون هنمعرف انه انت قال لي نسبة التستوستيرون بجسم عند الرجال او عند المربيب ببلش يقل بعد الثلاثين واحد بالمئة كل سنة ماذا تستوستيرون بشكل عام وليش هنقدم اهم للصحة تستوستيرون هو الصيد طبعا هو هرمون للرجال او اندروجين بس بالحقيقة النساء كمان عندهم تستوستيرون بيضلون يفرزوا تستوستيرون حتى بعد المنوبوزة من انقطاع الميعاد بيضلوا في تستوستيرون وكثير مهم التستوستيرون لعدة امور بالجسم من عضلات الجسم من البراين لانه عنده مع هرمون تن اسمه الدوبامين الدوبامين هو هرمون الفرح هرمون البلاجر كمان اذا التستوستيرون واط الدوبامين بيقشط كنت حاسس حالي قد كئيب ما عندي رغبة بشي ما بدك تعمل الصعبة كمان ولا شيء صعبة انه كان يبسطني قبل لهم علاقة مع بعض هيدولي تستوستيرون بيأثر على الماء على العضلات على الرغبة الجنسية على الانيرجي عندك على الميتابوليزم عنده كتير وظائف على قولة الحيات بشكلها اكيد متى نتقلت على ثلاثين والخمسة والثلاثين بلش ينزل تدريجيا مع العمر بس هلأ عم نشوف يعني بعد ما انا عملت الفحص اتشفت انه حتى في رجال بين الثلاثين والاربعين قبل ما يقشط عنده من الاول ايه عشرين بالمية من هالفقة من الرجال ممكن يكون عندها تي واطة اللي هي بالله عالم عشرين بالمية من الرجال هاول دراسات من امريكا يعني يمكن بغير بلاد فيه اكتر ايه اكتر يمكن فيه اقل بس انه تخيل انه المرض اللي كنا نفكره بيصير بالستينات عم بيصير بالثلاثينات والاربعينات يعني وهيدا اللي هيأثر على الرجل على رجوليته فيك تقول على شغله على تبعيته بالشغل سو بفتكر مشكلة لازم نضوع علي انه اذا واحد حاسس حاله عنده هول العوارض التعب انه يفكر بهذه الشغلة انا اكيد من ثلاث سنين اربع سنين ما كنت فكرت فيها لو ما تعرفت على هارودي ممكن ما كنت فكرت فيها كنت ايه انه خلص انه عم بشتغل كتير لازم يكون تعبين عم بكبر لحصير عمري خمسين اكيد لازم يكون تعبين لا لا فيه رجال عم بيكون عمرهم هلا ستين وسبعين عم بيشتغلوا عم بيبلشوا مشاريع جديدة وبيعملوا رياضك اليوم فلا كان فيك تعرف انت نسبة التستسران بجسمك بس بتروح على مختبر حياله واحد تعمل الفحص بول وبتشوف يعني مننا كتير بول او دام كمان بس هي مننا بعتقدت غالي هيدا شي كتير بيسيك فيه نعمل اذا توت نسبة التستسران او لاحظت انه هي كتير واطية غير التغييرات البسيطة اللي انت كتعم تحكي فيها اذا الشخص بده يستعمل طرق طبيعية كي يعلي التستسران لانه كمان فيه طرق باركة اصطناعية مثل التستسران تستسران نحن نحكي فيها بعدين بس يعني بطريقة طبيعية شو بالنسبة للأكل أو بالنسبة للأساس اللي فينا نحن نعملها كل يوم كيف نعلي التستسران هلأ اجان مثل تستسران هو هورمون بيفرزوه الخصيطين التستيكلز اذا اي هورمون اي شيء نصنعه بجسمنا بحاجة لفيتامين ومينيرالز يعني لان نصنع تستسران بدك دافنت لي فيتامين دي يكون كمان مستوى عالي المجنيزيوم كمان يكون بمستوى مضبوط هلأ طرق ناتشرل واحدة منهم هي انه تخفف التوكسنز بجسمك بشي طريقة معاين لانه التوكسنز اما المواد الكيميائية بتعطل تبع الغدد الغدد كلها بجسم والتستيكلز هنه غده بيسكلي فتخفيف التوكسنز بجسمك تحسن دخان دخان بيقول الكثير الايكوس تعرف كيف الوقت لا كيف الاهل لما بيفودوا لا يا ريت لما الاهل بيروحوا على المدرسة اللي يشوفوا الأساتذة أساتذة أولادهم يعني بيصيروا بيخافوا بجعه هيك تبع المدرسة بيصير بيتخاف أنا اعجب الآن اللي زمين بعرفوا الألبيب وهو حاكم ويحكي عن التوكسن وأنا اعجبتها بالمكانة التي تبعيته ما عم بيسترجي ولا مجد تحكي حالك بس كمان الناس يسمى واحد ينتبه يعني مش كلهم متلا قلت كمان regulated افضل عشانك فيه اللي خزاع بلد لانه ما فيه ما عندك آلة معينة من الحكومة ومن البلد فيها تعمل وتعمل رقابة اذا ما فيه يعمل اشياء طبيعية يعني مثل يحسن نومه يعمل النوم كتير مهم صح النوم كتير مهم لانه خلال النوم ومتما اننا بدنا على القليلة سبعة اثمان ساعات نوم بالليل وظيفة الكبد اللي هو اكتر عضو بيعمل ديتوكس اما تنظيف للجسم بيشتغل افضل حتى الدماغ كمان كل التوكسنز اللي بيجمعوا بدماغنا خلال النهار بيتنظفوا بالليل سننهم كتير مهم هاي شغلة تركيدي التمرين الاكزرسايز كتير مهم لانه هتقوي عضلاتك هتعلل شي اسمه VO2 ماكس يعني كمان جسمك بيفوت اكسجن على جسمك هيدا كمان هتحسن كل الهورمونات بجسمك واحد منهم هو التستوستيرون بتقوي عضلات جسمك هتقوي يعني اذا بتقوي عضلات الكور طبعك هتقوي كمان العدم طبعك لا بتكون عطلة هاتمه هيك فبتفوت اكسجن اكتر مي بيتفوت اكسجن اكتر فهلأ التمرين اللي كتير مهمة هي تعمل مثل هاي انتنسيتي يعني عشرين تلاتين ديئة مش اكتر بتعلل هارت ريت بتعلل هارت ريت بتخفف هيدا كمان هيعلي من التستوستيرون طبعك اكيد ان للنوم الاكسجن مثل الفيتامين دي كتير مهم يكون بجسمك مزبوط الاكسبوجر للضو يعني الصبح كتير مهم واحد ما يطلع لتليفونه اول شيء قبل ما ينام كمان قبل ما ينام طبيعي لانه يعني النوع هيتخفف الميلاتونين اللي هو هورمون كتير مهم للنوم فالبلو لايت بس النهار يعني الصبح اول ما تفي تشوف الضو الضو كتير مهم الناتشرال لايت كتير مهم انا بفي على الناتشرال يعني انا مثلا لما بخلي شبك يكون مفتوح وبفي على الضو اي انا عكسك انا لازم كله يكون معتم معتم لا نيم بس لما تفي ايه بس افتح ابو شغل بعمل بفتح قبل ما تطلع على التليفونك هيدا كتير مهمي يعني يفوت الضو الناتشرال على عيونه الواحد لانه بيبلش الدماغ يفروز دوبامين وكل هادول الامور اكيد في سبليمتس كمان حكينا عنهم هيك شوي قبل بس هولي لازم واحد يحكي مع طبيب اما مع حدا مختص بالسبليمتس قبل ما ياخدهم لانه منهم يمكن سيف لك لمين ما كانوا منهم اي مش من انه تسمع صاحبتك عم بتقلك خد كوتين لانه هيك بتحسي عحالك اذا انت منك عايز او اذا بدك تعرف ايه عالم السبليمت هلا كتير بتسمع على السوشيال ميديا هيدا احسن ليه ما عم تاخد هيدا مفتكر كل شخص كل شخص مختلف عن التاني وما في اسم على التاني ان اخد كوكيو تان ولا اخد فيتامين دي او ماجنيزيوم كل شخص مختلف عن التاني عدة مرات جبت سيرة الفيتامين دي في مثل هيك دايما منقول انه اذا بدك فيتامين دي لازم تروح وتعود تحت الشمس هيك بتعبي فيتامين دي بس بالمنطقة عنا عدة بلدين بس خاصة ان احنا عنا انه كيف نحنا يلي عايشين في 300 يوم شمس بالسنة بمنطقتنا هون ليه عنا هالقد ضعف بالفيتامين دي مضبوط الفيتامين دي كمان شغلة جديدة يمكن اخر كم سنة نحكى فيها وبلشنا نكتشف كمان اديش مهمة عن صحة الانسان وصحة النساء خلال الحمل وكيف الا علاقة بعدة امراض وكيف الا علاقة بالتستوستيرون لانه اتصفات صليبل فيتامين وهو كتير مهم للهرمونات بس عم تقولي عم قصة اللي عنا اياها نحنا لما نعمل فحص الدم الفيتامين دي اللي منشاكه بالدم هو يعني الفورم الاكتيف فلما نحنا ناخد اكل فيها فيتامين دي بتفوت على جسمنا بتتحول للأكتف الارجح ببلادنا في جنتيك موتايشن او مثل تحول جيني ما بيخلينا نحول الفيتامين دي اللي منفوته باكلنا اوكي 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 حتى بالمحلات اللي عندن شامس بس يمكن اقل من غير محلات اوه فهو لانه ما منحول الفيتامين دي انتو اكتف فورم مش هنيكي فيك تاخد كتير فيتامين دي يعني شي لا درجة انه بتنضر ايه لانه الفيتامين دي ما قلتلك فات سوليبل يعني ما بيدوب بالجسم بسهولة واذا بتاخد دوزات عالية ممكن تتسمم يعني ممكن الكبت طبعك تتخلص منه استعملوا لكل شي مهم بالجسم وصار في زيادة and it's not good كمان واحد ينتبه على هول الدايك اسمهم فيتامين دي اي كي اوكي هولي كلهم فات سوليبل ما لازم ناخدهم بكترة بس اكيد زعنا ديفشنسي لازم نعوضهم قلت الدايك بس ما مبين السي في كتير ناس ما كتير بياخدوا بعنا اعتبار الميتامين سي يعني من دي اي كي اي الفيتامين سي كمان مهمة الفيتامين سي مهم كمان لانه كمان الكبد بيحاجة للفيتامين سي ليعمل دي توكسنج للأدوية اللي بناخدهم او للكاميك لازم نتعرض لهم اي كاميك اللي بفوت على جسمك بيروح على الكبد اول ستب من حوله لشي يصير بيدوب بالمي انا بدك الفيتامين سي فيتامين بي لا يحاولون عندن بعدين في عدة مثل غلوتاثايون بيشيلوا هالتوكسنز بيطلعون من جسمنا الفيتامين سي كتير مهم كل شي خلايا بتحارب انفكشنز كمان بيحاجة لفيتامين سي مش نقولك اذا مرش حخدي فيتامين سي كتير حكينا فيها بكوفيد يعني اخد فيتامين سي فيتامين د زينك كتير مهمة بيلعب دور اكشلي كمان حتى ببعض الحالات السرطان المتقدم المتاستاتيك كانسرز بيعتوا فيتامين سي بالعرق دوزات عالية ليخففوا شوي من السبريت تبعوه حتى بالـ بالغرف العناية اذا ناس كتير عندن تقدم بالمرض بيعطوهم فيتامين سي كمان انه ما انه في بعض درس بتفرج انه بفيد في دراسات لا بس اكيد بيلعب دور بالجسم بس ما انه من الفيتامين اللي فيك تعملي اوفردوز قد ما تخدي فيتامين سي جسمك ازيادة حيتخلص منهم الـ الـ يمكن يجمعوا بجسمك لازم ينتبه انا يعني صار لفترة من صديف شخص مثلك لبيب لانه انت مو بتحب تسميك دكتور لبيب ما هيك مو بتحب تلك قبل يعني انا بحضره كتير لاندرو هيوبرمن واكيد انت تعرف من هو والشي عن التسوسيرون كتير مهمة التسوسيرون بتعتيك اذا عندك متعة تعمل قصص صعبة مثل ما قلت انت يعني صار عندك واتغامر وتتفش حالك اكتر فا يعني كتير العالم هو تفكر انو التسوسيرون عن جد بتغير نوعية حياتك بتغير هي مش بس انو اذا رجال او مش رجال هدا هول الوصص اللي بتضحك انو اذا انت عندك اهل تسوسيرين منك رجال وهل العالم بيقول لك هالشي مش راك بعده طبو ليه بس ما عم بفهم كيف هل قدي الطبو خلي يعني مربوطة بالرجولية نا بس اذا عالتلتين بتقل نسبة التسوسيرون بدك تعمل كيش اللي انت فيك تعاملو كيمة هي ناتشل ما بتخف او عم تخف واحد بالمية بس ما بتحس هالفرق بها السرعة بتاخد تلاتين سنة لتبلش تحسها يمكن عمر ستين سبعين هل عم بتقشط بسرعة بسرعة كتير هقلة يعني اذا بتطلع حتى على على حيوانات المنوية عند الرجال اسمون حيوانات ما حيوانات صغيرة اما البزري اذا بتطلع بالسبعينات لسنة الالفان كمان كان عم بيقشطو بس بتقريبان شي واحد بالمية بالسنة من الالفان لهلأ الاخر الاربع عشرين سنة عم بيقشطو بعد اسرع هل عمل رحي بكل العالم اكيد مرأه الاكلمة اي اكيد يعني مش معقول كل شي ويراتي منقول كل شي ويراتي لا الكانسر فيه بارت ويراتي بس فيه شي ابي جيناتك يعني ويراتي بلس كيف البيئة عم تتصرف مع الجينات تب اقولنا سو مش معقول يكونوا بس اسيا ويراتية سوارة الانتعام عم ينزل الفيرتلنتي يعني الانجاب والنسبة الانجاب بالعالم كمان عم بتخف لانو السبير مكات عم بيخفه حتى الأوفريز هاي ده مش مؤامرة مش مؤامرة لا ما بخلونا يجيبوا بليه في شي في شي غلق في كتير النسوين أكتر وأكتر عم بيعملوا تكيّس على المبيض أما عقم أكيد هول النسب كلهم عم بتزيد حتى البدانة كمان عم بتزيد مش معقول إنه بس لأنه عم ناكل أكتر عم ناكل أكتر لأنه شاهيتنا أكتر لأنه في شي عم بيخلينا ناكل أكتر الأكل اللي بنحط له كاميكلز زيادة أو بنعمل بطريقة هيدا بيخلينا ناكل أكتر يعني كل ما تاكلي هيدا بروسس فود أكتر كمسة بدك تاكلي أكتر مش هيك عم يصير في كله سكر والكاميكلز عم بيأثروا على الغداد اللي عم تخلينا يزيد وزننا والبالتالي بيزيد وزنه بيصير عنده مشاكل قلب سكرة يعني سو بنا نرجع للأساس مين عم بيسبب هيدا وين اجت هيدا البيضة يعني هون الفنكشن المادسين فاتت ولعبت الدور وخلتني اكتب هيدا الكتاب ونعمل الكورس انلاين كتا ذكرت انه كيف في سبليمينس أنا هلأ كمان عملت الريسيرج من أندرو هيبرمن يعني هو اقترح انه اذا بتاخد تونغات آلي افوال دوجيا اجريست نهنتم مع بعض فيه بتعلى نسبة تستيسيرون بشكل كبير يعني بتعلى نسبة تستيسيرون من وراء اللي ذكرتهم بس ما بتعلى بي يعني كمان ما عم تشيل السبب ليش تستيسيرون طبعا واطي لو أخد هول تستيسيرون يمكن ما يتحسنوا لنسبة اوبتمال هلأ شغلة كتير مهمة انت عم تحكي عنا التستيسيرون طب انا لتساي كان طبعي 300 بس بعدني مني حاسس منيح سو هيدا مش طبعي الرينج كتير كبير واللي هي هون المشكلة انه انت طلع 300 بسهو بين 200 و 1200 انت منيح ما بيك شي لا التستوستيرون طبعي واطي لانه انا مني حاسس حالي منيح انا منه طبعي يمكن التستوستيرون واطي انت كيف جسمك عم يتفاعل مع التستوستيرون ما عم بيكون منيح سو لفل لحاله ما بيعني شي سو يمكن يعلوك بين 200 و 300 بس بعدك منك حاسس حالك منيح اكتر الرجال لازم يكونوا حوالا 600 و 700 بس يحسوا حالهم منيح بس 300 اذا بتحطه على بس هيدا منه هذا الرينج يعني منه دليل على انت بتحس حالك منيحة بس بخصوص النساء لما بيقشوا التستوستيرون عنده زيت العوارد او عندنا زيت مصصص ما نحس بزيت الشي التعب تعب بيهر الشعر كمان الرغبة الجنسية كمان بتخف والهي مشوفه اكتر بالمينوبوز بلش تخف الرغبة الجنسية لانو عم بنزله الهرمونات الانثوية يعني متل والتستوستيرون بصير يخف كمان نفس العوارد نفس العوارد وما كده عم نحكي قبل انا بيك انو النساء بيفرزوا تستوستيرون اكتر من أستروجين مزبوط لأ تستوستيرون عند الرجال يعني هايدي المنتاليي انو التستوستيرون بس لرجال مش مزبوطة ابدا بالعكس النساء عندهم تستوستيرون كتير مهم كتير مهم للقلب كتير مهم للعضلات كتير مهم للبراين للسكشوال دزاير بيلعب بوظيفة كتير مهمة ما لازم نتجاهلو طب اذا فينا نحكي لكي عن التستوستيرون بشكل استناعي تستوستيرون تستوستيرون اكيد في عمر معين نحنا لازم نأخذ لازم نأخذ نأخذ تستوستيرون امتا هو هذا العمر اكيد ما فينا نحنا نعمم بس امتا لازم نأخذ تستوستيرون I think the decision or the error وها تستطيع تستوستيرون برجو عند الحكيم برجو عند الشخص يعني اذا بلش تستوستيرون عم تفوت تستوستيرون من بره على جسمك لو حتى كان بايو ايدنتيك يعني بيشبه كتير التستوستيرون اللي بي جسمنا ومنو مصنع لحي اسرع التستوستيرون اللي انت بتفرضو اوكي بالتالي ما لح تقدر تعمل سبيرم ما حتقدر جيبو ليد اذا تستوستيرون سو إذا الشخص بده بعد يجيبه أولاد تي ار تي مانا اوبشون في غير اوبشونات مثل سابلمس حكيت عنه فيون يخده دواتين اسمه كلوميفين سايتر كلوميد اللي بيخده كمان نساء لجيبه أولاد اخدتو سو الرجال فيون يخده هيدا بيعلى التستوستيران بس ما بيأثر على الخصوبة فيه كمان هورمون هو الهورمون نحن المواحدة يصير عنده حمل نعمل تشاكينج للأي سي جي فيون يخده اي سي جي كمان شو الجي فيون يخده كلوميد كلوميد و ايعله التستوستيران غريب ما كنت عارفه كلوميد لانه لنقدر نحبل بس ما بيعلل مستوى مثل اذا بترجع له تستوستيران بس اذا عم ياخد تستوستيران ما حيقدر يجيبه لها هالدسجن بده تكون بين الشخص والسؤال التاني قدي واحد بده ياخده سنين ساعته لانه اذا وقفته يمكن ترجع تحس مثل قبل او بعد اسوأ ممكن مرات يصير اسوأ فمش هناك اي تنك دايما واحد زي يرجع على السبب نجرب يتفيدا ليش بالاساس تستوستيران طبعا قبل ما ياخد تي ارتي او رياخد تي ارتي لفترة معينة يحل السبب بعدين يوقف تي ارتي ويشوف شو عم بيصير انا بعرف هذا موضوع كتير ينسر لو عم بيتداول خاصة كمان بامريكا كل العالم عم تحكي عن تستوستيران كل العالم تحكي عن تي ارتي انا بعرف شخصين او ثلاثة عم بياخدوا تي ارتي او اكيد راحوا عند الحكيم الحكيم قالوا ايه انتو كانددت ملازم للتي ارتي وقالتي الحياة طبعيتهم تغيرت متين بالمية يعني بطلوا يحسوا حالهم تابعني اكيد وانين تي ارتي متما قلت بيجي بيعد فيها فيك تاخد ابر فيك تاخدهم جيل صار في حبوب هلا حبوب ديزولفبل يعني بتدوب بسرعة او حبوب ما بتدوب بسرعة في عدة امور تقدر تاخد بطريقة تاتخدهم بس مانا لكل العالم مانا لروح شخصي روح على الفرماشية يعطيني تستوستيران انه واحد يجب ان يكون في طبيب مشرف عليه يجري عيدو الليفل بعد فترة من يعني شغلة دقيقة مش انه يلا خد تستوستيران هتحس حالك احسن احسن انا عندي عندي السؤال انه دايما منحكي كل هول الموديعي اللي عم نحكي عنهم طبو لانه خاص بالهورمون وهيك دايما من ميلي الجيل ما بيفهموا النساء لما بيعملوا بي ام اس لانه هذا السؤالي كمان رح يكون مربوط بالجيل في كتير جيل ما بيفهموا اللي النساء قبل ما تجيون بيصير او بيصيروا كتير حساسين او بيصيروا بيبكوا او بينرفزوا اكتر او بيعبقوا او بيدبرسوا بيصير عندهم هيكي سادنس او بالبريد او بالوفيليشن وكل هيدا الرجيل كمان بيحسوا يعني جاربا نفسر نحنا النساء انه قدي عم بيلعبوا الهورمونات بجسمنا اللي يأسروا هالقد علينا سو رجيل كمان انو انا بعرف لما مرة بتاخد كلوميد انه بيصير المرة كتير صعب شو بيصير فيها المرة بتصير بتصير بتعبئ كتير بتبكي اكتر بتنرفيز اكتر هيدا قبل ولا بعض ما تحبل هيدا قبل هيدا قبل بيخطوه لا يحسن نسبة الانجال فالرجال كمان بيكون عندهم زيد زيد ردة فعيل على الهورمون وهيكي هالرجال لانه طبعيا الهورمونات بجسم ما بيعملوا هالسايكلينج متل عند النساء سو ما منشوف هال بي ام اس عند الرجال بس اكيد لما ياخدو تستوستيران وحسو حالو منيح ناح ويوقفو ممكن ممكن يأثر بلاس لانه عم تاخد انت واحد من هالهورمونات اللي هو تستوستيران عم بيخفف التستوستيران بالجسم بيخفف اخر هورمون اسمه اللي هو بيطلعوه وهيدا ازا خف هيخفو هورمونات تانين متل الكورتزان سو واحد بدو ينتبه بزا عم ياخد تستوستيران بدو ياخد كمان بريغنينولون بدو ياخد ماجنيزيوم بدو ياخد فيتامين دي اي مش مسوأ الشر واحدة يعني بدو يشيك البروستات طبع لو ممكن يأثر على البروستات سو منه يعني حبي واحد ياخدها منه 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 من اميريك الدراج اكزاكلي اكزاكلي ففيه كانديداتس لقلة معينين بيستفيدوا بس نحنا حظنا منيح معان هالفلكشواشن بس اي ازا اخد تستوستيران وبطل عم بيفرو تستوستيران وقفهم متن انت قلت يمكن يعمل ريليش يعني شوتداون التستيس بقوله يبطل يعمل تستوستيران قبل ينجبر يضلوا عليهم كل حياته مسيلا تفاهم الرجال انه نحنا فيه فلكتواشن بيأسروا علينا شاريفهم الرجال نسي اكتر مش كلهم كل الوقت لانه الكلمات اللي منستعملون كمان الناس بفتكر حكينا فيها اولادي مرة بس لانه انت هالا هون معنا لما بيقولوا عن لاننا ما بنحكي عن الهايستيريا جاية من الوتروس اوكي it's the same root فكنو يفتكروا انو النساء يعملوا كريزة هاستيريا لانو كان عم فيه شي عم بيلعب الوتروس تابعهم بس انو كتير مهم لانو في كتير كمان النسوين ما بيفهموا شو عم بيصير فيهم وكتير صعيب واحد يفصل لالتاني انا اليوم ماني منيحة لانو راح تجيني بعد بعد كم يوم لما التاني ما بيحس بشي ما فيه يفهم متل قصة التستوستيران ممكن الناساء ما يفهموا ليه رجال عم بيصير فيه هيك يعني بفتكر الانالوجي اللحطاتيها is perfect انو النساء مرت ما بيفهموا ليش انو انت رجال ليش التستوستيران واطي طبعك ونحن نفس الوقت متما انت قلت انو يه عم تتدلع بس لا PMS is a real thing وفيه إلا تفسير علمي انو شو بيصير لما يقشط البروجستيران ولا تتجي الperiod انو فيه شي علمي وبيتفسر التية مزبوط بفتكر perfect مستقف اننا منحك عن الفرق بين PMS ورجالهم بالتستوستيران بس فيه كمان هيك تناغم بيصير بين المرأة ورجال ومعافظة انت فيك تعالي على الموضوع لبيب opposite تستوستيران هو مش الاستورجن هو البرولاكتن ما هيك زمان غلطان و لما المرأة بتحبل الرجال كمان بيصير يعمل ينصح شوي لانو الجسم بيعرف انو رح يضله عم بينتبه على الولد وما هيقدر ينام فبيصير يعمل لالفات من هون اجرى بالفرنسيوي بيسموها كوفات في كوفات صيندروم يصير الرجال بينصحوا في منهم بيحسوا حتى كرامبس السيدة عم بتولد عم تعمل برجال بيحسوا هادول الاشياء بيحسوا باكتئاب باكتئاب عند النساء اكيد بس رجال كمان بيعملو بسبب عائلة اكيد العلاقة بالهرمونات واحد منهم واذا عالي التستستيرون بيقشط اي بيدرم التستستيرون مشانهيك كمان واحدة من الاسباب اللي التستستيرون ممكن يوطى كمان اذا عالي او الغدة كمان ما بتشتغل مزبوط حتى تأثرها كله موصول ببعضه الجسم يعني عن جد مكنة رهيبة يعني كتير واحد مرات صعب يقدر يوصل كل هدول الامور مع بعضهم بس كله له علاقة وكله تميك سنس فاقي التستستيرون بنعمل من الكوليستيرون مزبوط وفي فرق امرار بيصير تستستيرون امرار بيصير كورتيزول مزبوط حسب السرس الكوليستيرون هو اول موليكول ومنها عندك عدة برانش بيطلع الهرمونات اللي بتزبط بجسمك الضغط وكل هدول الامور بعد عندك الكورتيزون اللي هو لما يكون سترس بيعلى بعد عندك السكس هورمون اللي هني التستستيرون بعدين التستستيرون بيتحول لأستروجن سو مش هنيك كمان ما بدك تاخد كمان كتير تستستيرون لانه مرات يمكن يتحول لأستروجن ويصير رجال عندهم مان بوبز اورجينيكتوماستيا باطي فيه وبعد كوليستيرون مزبوط كيف تفرق بين الاتنين كيف واحد بيتلقى بحاكم وبيبسال وكذل الاسمين لذا نحنا فيهم مين حيحاصف بعدين بالآخر الكوليستيرون بيجي عدة انواع فيه والهاي دانستي وهلا حتى باللو دانستي صاروا مقصمين انتو سمول واللارج بارتكول زيان فيه منهم مناح فيه منهم منهم مناح حتى صار فيه تستينج لتعرف انت اي نوع بعد كوليستيرون عندك بس اي الكوليستيرون كتير مهم لانه هو البركورسورم هو اساس كل هدول الهرمونات فما بدك يكون كمان واطر الكوليستيرون طبعك دايما منخف من الكوليستيرون وبيعمل مشاكل قلب بس انت كمان بيحاجة لقلو المرأة البركورسورم كمان ليه بيعلى الكوليستيرون طبعا لانه عم بتصنع هرمونات ايش البيبي طبعا سرور كتير من انت مثل ما قلت قبل ما نكمل الحلقة في مساج من معين وميديا شكرا لأشخاص اللي بدت تدعمنا نحنا سردي و تأمن إسئليتنا نحنا محدة دعمنا غير انتم البيترون فيكن تروح على patreon.com سلاش سردي after dinner وتشوفوا كل التيرز فيكن تتبرع بخمسة دار عشر دولار خمسة وعشرين كل تير عنده الادفانتجز تبعوله بس أهم ما شي بتحصلوا حلقة قبل بوقت بلد دعايات و exclusive content اللي راح تحضروا كمان مع البيب غلمية اللي راح نعملو اليوم بس للكل هي وستطلعت يعني فيكن انتم كمان تشاركونا رأيكم مين بتحبو تشوفو كمان على سردي so patreon.com سلاش سردي في الدن كنت عم بتقول انه انت عم تشتغل انت الطبيب بس عم راح تسوب الطب التوظيفي مزبوط تقدو الحكمة لانه في كتير حكمة لما بتجي بتقولهم عم بياخد supplement بيقولولك اي صرف ما صار شو ما كان وعمول البدك بس انه ولا شو بعرف ناس بيقولولك في حكمة بيقولولك الفيتامين سيماء العازي الحكمة ولا بالفونكشن الميدسين مش زائد الشي الابروش تبع الفيتامين دي يعني بتسمع الناس بيقولولك خد عشتاليف كل يوم عشهد الحكمة بيقولولك لا هذا كنت عم بيقولولك عنه أنا بيستعملوا يعني يعني بيطلعوا على فحص الدم بطريقة غير ما انحنا بيطلع عليها هلا أنا بس مش عم عم بعمل ما عم بستعمل كل شي بفونكشن لانه أنا كتير علمي بدي بالفونكشن يكون في شي عليه دراسات لقدر طبقوا بالمال التقليدية سو أنا شغلي أكتر لأوقات أنا بشتغل مش أكتر كل الأوقات بشتغل مع سيدات حوامل عندهم مشاكل بالحمل فخلال الحامل شوي صعب ندخل فونكشن وصبليمتس انه ما منعرف تأثيرهم ما في دراسات بالحمل سو فونكشن لحاله من اللي هو غير بس شغلي أنا أكتر مع الحوامل ما كتير بدخل فونكشن بس أنا متما قلت قبل فونكشن والتقليدي بطريقة رهيبة لازم نستفيد منهم اصلا في كتير حكا ما بلشو كمان ما لازم هول ينتقدو هول ولا هول ينتقدو هول بالعكس لازم هاتينك يجتمعو ونستعمل الإشياء اللي مفيدة حبوا بعض لا فيه أكتر وأكتر حكا ما صاروا عم يوصفوا و هيك لأنه ما تنسى كمان كل شي تغير آخر عشرين سنة متما كنت عم بتقول يعني إذا بدك تجع على ورا كنو الأهل الإمات لما كنو حاملين إذا بدك كنو يدخنوا كنو يشربوا ألكول بعدين صار في توعية ما فيه توعية كتير هلا اليوم التوعية صارت غير شي بس بتعرفي أنا ايثينك واحدة من الاشياء اللي كنو يعملوها جدودنا هلا عم بيرجعو لها يعني حتى الأغلاط البيوهاكين كلها سوا كلمة هاكين هي إنه واحد يخدع جسمه كتير من الاشياء اللي بيعملوها بترجع لاشياء قديمة مثل شو مساء إنه مثل أنواع الأكل هلا إنه يهي الميديتاريني نضايت تبعيتنا الأكل عنا الزيت الريجيم كريتوى اكزاكلي اشياء تقاليد يعني مساء أنا ستة كانت قللي بيز شلح من إجراء قبل نفوتها على البيت لما فوت اشياء ومزبوط سببيتنا أكتر شي فيها توكسنز وقرف نفوتها على بيتنا اذا أعتقد البيوهاكين هلا بيستعملوا اشياء قديمة أكيد بيطوروها مع أكيد تنحط على الجسم تشوف السكرة بالجسم ودقات القلب يعني في أشياء كتير صوفيستيكاتة يمكن مقلة معنى بس بيتكرو على أشياء قديمة كان يستعملوها بس اللي كان بديقول هو إنه متما أنت قلت الإنساني يجب يتقدم يعني حسيت أنا إنه إذا بدي ضلني بالطب التقليدي أكيد أنا ممكن ما أتقدم فتحت البوايب إنه باركي في شي تاني لازم واحد يزيده على الطب التقليدي ذكرت البايوهاكينج فيه بعتد أهم ما هاك عم بيسير وعم بيتداول بالعالم كله بعتد هوليوود كمان هيك عززت هذا الموضوع هو الأوزنبيك إنه العالم بيش تتاخده فيك تسرعنا بزبط شو هو الأوزنبيك إنه شورت كت شورت كت لواحد يضعف اللي هي بالنهاية فيك تكون ضعيف بس منك healthy وفيك تكون شوي أوفر أنا بسميه أوفر فات مش أوفر ويت لكو عندك فات زيادة بجسمك أما دهون جسمي بس بس يؤير healthy ما ضروري كل واحد ضعيف يكون healthy فيه يكون شكلك من برا ضعيف بس جوا كل البايو ماركرز والكبت طبعك منه شغال وإنت منك حاسس حالك نيح بس نرجع موضوع الأوزنبيك هو دوا اخترعوه من شين السكري سو هو بيخفف من السكر ديابيتيس طيب 2 ديابيتيس طيب 2 أما السكري طيب 2 سو هو بيخفف من السكر بالجسم بيخفف نسبة السكر بيخلي الإنسولين يشتغل بطريقة كتير الإنسولين هو الهرمون اللي بيخفف السكر سو هك كان إنيشري الاختراع طبعه بس لاحظوا اللي أخدوه عم بيضعفو سو مع الوقت أخدو أبروفل إنه تصير تستعمل الأوزنبيك أو الواقوفي اللي هو مثل نفس الموليكول بس معمول المونجارو ابن عمون ابن عمون المونجارو أقوى أقوى من الأوزنبيك ترزابيت ترزابيت أوليك في ساكسندا و فيكتوزا أولي كانوا الجنرائيشن الأبل أوزنبيك و ثم إجعل ترزابيت اللي هو بيشتغل مثل الأوزنبيك بس عنده كمان تاني أكتر بيخفف السكر سو بيضعف أكتر سو اثنائتهم أخدوا FDA أبروفل كمان للويت لوس وأخدوها بطريقة يعني ركور كيف يعني يعني دورة مثل عادي مع الـ FDA يعني دورة ليأخد FDA أبروفل مرض يأخد سنين بده فيز وان وفيز تو وفيز تري بده كلينيكال ترايلز تقريبا بخلال أشهر من طيب 2 دايبي تصر يستعمل للويت لوس وهلأ مش من زمان أخد كمان أبروفل اللي يستعمل ويت لوس بالأطفال فوق العمر 12 سنة المصارك اللي بتحكي بـ 30 نهار أخد أبروفل واؤو 30 نهار بس أخد أبروفل لولاد فوق العمر 12 سنة يعني هون السياسة أمشور بتدخل دور يعني إذا بتسمع بيحكوا عن هذه الشغلة بيقولك فيه إنه شركة كبيرة بالعالم تعمل أكل هي تفنز هيدول الفارما وهيدول السوسايتيز ليسوقوا هيدا الدواء سو بدون العالم ينصحوا ليجوا يضعفوا بعدين ها يمكن هاي كونسبريسي تيري بس في شي منه طبيعي في شي منه طبيعي إنه عم ننصح كتير بسرعة وعم ناخد دواء لا يضعفنا بس بعدنا عم نعطيهم الأكل اللي بنصح بس كيف يعني العالم يعني لو تاخد أوزنبيك أو مجارة أو كل هؤلاء اللي نحن ذكرني هون شو بيصير يعني بتخفل قبلية ما تسأل حكيم سأل مجرد لأنه أنا ما أخدت الأضعف أخدت لأنه عندي إنسولينا رزيستانت لينكتو الإزباق بوليكيستيك فأنا كان عندي سبب وصالي الزمين بعمل هايك تريتمان بتعملو بتوقفو الأوزنبيك أخدتو عاشي سنتين ثلاثة سنتين ونوص بس قبل كنت أعملي غير تريتمان اللي كنت عم نحكي عن ساكسندا وفيكتوزا كنت فرست جنيريشون عن الإبار اللي كنت عملهم كل يوم وزنبيك مرة بالأسبوع فمضبوط لأنه إنسولين متما أنت بطول أنت بتعرف أكتر مني أكيد بيقولوا أنه أوقات بيقولوا أنه هذه أم الأربونات لأنه إذا بتخرب الأنسولين كله بيخرب بالجسم أكيد 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 فمضبوط بضاعف بس لما بعرف إذا أنت راح توافق معي بس لما بتاخده بس لا تضعف بيصير عندك عوارد ما عندهم ياهون الناس يلي عندهم ضايب سكري أو يلي عندهم لازم يتاخد للويت لوس غير الدوز طبع السكري طبع السكري فأنت مثل ما قلت هو الطريقة اللي بيشتغل فيها مثل بيخفف بيخلي الأنسولين يشتغل أكتر ليخفف السكري بس بيصير واحد ما قدر يفضل أكل من بطنه سو بتاكل كمية صغيرة وبتشبع وبتبطل تفكر بالجوع ببطل بد أنك جوعان سو مشاناكي الناس بيضعفوا عليه هلأ الدواء حطمناه نحن هلأ بها دار حكي بس الدواء له ادفانتجز كمان يعني كميع بيقول لي إنه أحسن تكون ضعيف ولا تكون تصير عندك سكري أو النصاح والبداني ومشاكلها فبيفتكر الدواء بيفيد بس مش لكل ناس مش مش يتاخد ريكرياشن لي أما لأنه السوش الميدا عم بياخده أوبرا أخدت أوزنتك وضعفت يعني لازم واحد ينتبه كمان هول بالنهي يقدوي إلى سايد ايفاكتس بتعمل العين نفس بتعمل دايرية بتعمل كونسيباشن معرضين الناس اللي بيخدوها لفترة طويلة يعملوا كانسر بالثيرويد ايه 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 حتى أنا زي أنا بجيب لك اوزنتك من امريكا ما في يجيبه يعني بدك وصفة من حكيم ايه بدك انشورنس نتغطيك لأنه غالي كتير هلأ صار غالي ايه عم بيخدوها اكتر عم بيخدوها اكتر عم بيخدوها اكتر لأنه الشركة شركة عم بتعمل بحاجة بسهل اذا انت عندك البيام اي طبعك عالي اما البودي ماس عندك عالي بلاس عندك لاتسي مشاكل قلب ومشاكل تانية ورسكر وكذا لانت استفيد منه وانا ايثنك هو اتخذي ثلاثة اربعة شهر خمس ستة وستة شهر تضعفي تتحمسي بتغيري اللايشصل طبعك وبتكملي بس مش ناخدوه طول العمر لأنه كمان مثل ما كل اي دو بتوقفو هياعمل مرات هيرجع وحصير يكل اكتر وينصح اكتر كيف واحد عم يدور الموتور خلاص قلع توقفو هي تقليها اصعب شي تقليها اصعب شي اكتر بس كمان لازم ناخدو بطريقة في شغلة كتير كمان مهمة كنت عم تحكي عن البيو بايو هاكين وهيك هلا الجليكوفاج يلي هو يدوى بيشبه الأوزمبيك كمان للسكري كمان بيوصفو للنسوين يلي ما بيقدرو يحبلو إذا عندن أوفير بريكيستيك وليوم طالع انه هلا several studies دراسات انه غليكوفاج anti-aging عم تحكي عن البيو هاكين انه هلا الناس عم بيخدو غليكوفاج كمان بغير سبب انه عندن مشاكل غليكوفاج اكشيلي من كم سنة بلش يصير عالموضة انه anti-aging بيعمل longevity بيطول العمر واحد من الحكم الحكي عنه كتير بيتر عطية كتب كتاب بس هو وقفو كان ياخدو ووقفو لانه كان عندو مشاكل بالlactic acid تبعوه سريعلا بس هادي واحد مننن في دوة تاني اسمه rapamycin كمان يستعمل لعندن ترانس بلانت كمان هدا ممكن عم منقرب على ادوية يمكن تطول العمر بس كمان هنيك في موضوع تاني واحد يحكي عنه هل بدنا نطول عمرنا لا ما بعرف ما بعرف خليانا متهلم هدا موضوع تاني بس ايه غليكوفاج واحد من الادوية اللي ممكن ما في هدا الشخص اللي عم يجارب كمان يطول عمره عم بيخد دم ابنه وعم بيخد البلازمة طب دم ابنه شو اسم هدا الشخص براين جونسون براين جونسون عم بيعمل بدو يجارب عيش اكتر شي بالعالم بيعمل اشي بتكلفه بالسنة يمكن شي مليونين دولار كله ايه هو بلينار اكيد ايه بان استعبوله وكذا هيدا اكترين كيس ايه ايه واحد يزم كمان بموت بحاد السيارة بتخيل من بعد كيش يعملو بموت حاد السيارة كنت عفاكر نفس الشياري كلمرة بس نجع للقصة الاوزمبيك الاوزمبيك واخواته هني هول ببتايدز ببتايدز يعني هني متل بارت اف بروتين وبفتكر الاوزمبيك بالمستقبل حيكونوا كتير البيبتايدز حيكون عندهم دور كتير متكلين كتير لانه ما بتعطي كل شقفة البروتين بتعطي شقفة منها اللي هي بتشتغل مزبوط بالجسم ببتايدز حيكون لهم كتير بفتكر اشغال بالمستقبل للامراض وللونجيفيتي كمان لن تحدث عن الحبل كيف كله محتوى مش معقول كله مربوط بعد بالجسم يعني اذا في شي بيخرب كل المكنة بتخرب او نتحدث عن كل قصة التابو عن هيدا الكتاب طلعت انت كتاب جديد هلا من من الأسبوع انا كتير بهمني كنا نتحدث عن التستوستيرون كيف معلق مش بس بالرجال بس كمان بالنساء هيدا الكتاب يلي طلعته اسمه Reframing the first trimester guide to postpartum wellness طلع من أسبوع التلت الرابع التلت الرابع يلي هو كتير مهم ويلي كمان طبو وكمان دايما وانت عكيد بتعرف كل شيء معلق بال مش الطب النفس بس حالة نفسية تبع الأشخاص دايما دايما منقول انه ما حدا بيخدها جد إلا إذا كتير عوصيت ودايما في هذا الحكي انه شد حالك شدي حالك وكتير قليل نحكي مع النساء انه نتبهوا فيك ان تعملوا postpartum depression وانت كهذا كل الحديث اللي عم نعمله معك وعم نتحدث حواليه كله من تجربتك الشخصية وهذا الكتاب جاي من هون كمان أول شيء انه انا ما صدقت حالي انه بحيط ما فكهت قدر قطب كتاب بس اي تنك لأنه عشت هالكسبرينس حسيت لازم طلع هالكلمات يعني واحد منه هي هي قصة الكتاب فأكيد خلال ماي كرير ما رحول كم سنة صاروا كتار بعد الولادة نشوف السيدة على الاربعين انت بحيط كتاب شوفك سنت جاي اما شوفك مع البيبي التاني أربعين يوم يعني أربعين يوم بس سؤال سريع انا ما ما عرف ليه أربعين يوم الأربعين يوم لأنه هني ست أسابيع عادة بعد الولادة بست أسابيع الرحم بيرجع محله الهورمونات ترجع على بري برغنانسي قبل نصير في حمل سو منشانيك بنعمل للفحص السرير يعني الفيزيت على الاربعين النهار وانت كدت توقفها بس مرة يعني بعد هالاربعين يوم عادة ايه اذا واحدة عاملة عملية قيصرية نشوفها بعد أسبوع لنشوف الجرح بس بعدين على ست أسابيع نعمل فحص نتأكد كل شي منيح نطلب بعض الثحوصات الدم إذا فيه أي عوارد ودات ست يعني نشوف السيدة يمكن مرة تانية بعد سنة لتشاك أب أما على الولاد أما على الحمل الجاي سو هوني حسيت أنا كمان لأنه بعد التجربة الخاصة تبعيتي وشفت مرت اللي هي شخص كتير فت وكتير هلثي وماذا بتعرفها ما تخيلت أنه بعد والبريجنسي كانت يعني الحمد لله سموذ والدليفري سموذ ما صار أي كومبليكيشن وانا إيدي عقلبي وكنت أكتر شي بانيكينج أكتر من العادة يعني بس كل شي كان منيح فكر بكل السناريو ايه وما أكيد ما بدي يقول ما بدي يقول شو هني لأنه ملا مخوفة فاستغربت أنه ديش أخد وقت لرجعت لصحتها قبل كيف صار مع بلوز يعني استغربت فهيدا قلت يعني أنه أكيد في غير عم يصير معهم هيك فمن هناك قشت الفكرة وسابت أنا بعد الولاد ونقلنا على أمريكا وكمان تعرفت على شخص اسمه دكتور ليا فغالي بتشتغل كتير هي معالجة فيزيائية بتشتغل كمان بتعمل ريهاب للعضلات الحوض عند النساء تصلنا فيها لأنه كان عم نعمل لابننا هي بتساعد بالبوتي ترينيج وحكينا أنا ويها بالموضوع فحسيت ليا بتعمل هدول بعد الولادة وأنا هذا موضوع بدي أكتب عنه فهيك اجت فكرة الكتاب أنه لازم عن جد وأنا كنت مزنب بدي يقول أنه ما كنت أهتم بالنساء بعد الولادة فإجت فكرة الكتاب متسمي بيبي بلوز بس أول أسبوعين مؤقت مؤقت ويتروح لما إذا ضلت أكتر من أسبوعين بصير 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 أنا الحمد لله ما عشت بس عندي عندي كتير أصحاب عشوها تقريبا 80% من النساء بصير عندهم بلوز بس تقريبا 10% إلى 15% بصير عندهم بصير بعد ما يولده بصيروا مكتئبين يعني بصيروا زعلانين كيف تصير علاقتهم مع الولد في منهم بيمزوا الولد ببطل بدون يشوفوا الولد ما بدون يحملوا الولد في ناس حتى بصير معهم سايكوس إذا ما بتصير يتخيلوا إشياء أنه بدون يقتلوا البي بدون يقتلوا حالهم بس هاي دولي أكيد بس عدنا دي شخص ببطل عندهم رغبة ليعملوا شي تاني وهيدا أكيد كله إله علاقة بالهرمونات البروجيستيرون طبعهم بيقشوت الغد يمارد ببطل تشتغل مظبوط فاكتشفت كمان مع انه ليش ما نجري نستعمل بالبوست بارتم واكتشفت أنه في كتير إشياء علاقة مثل بالثايرويد بالهرمونات بالبكتيريا الموجودة بالغد طبعنا سوفينا نقدر نعمل إشياء بالبراجنسي أو قبل البراجنسي كمان تنتفيدا مشاكل بعد الولادة مثل شو مثل ما قلتلك انه نتأكد كل الجسم مظبوطين نخفف الانفلاميشن لأنه البراجنسي هي بحد زيتها سترس على الجسم سو إذا فينا نخفف من سترس خلال البراجنسي بس في مرات ما فينا لأنه بيصير في مرات وما في مفار مننا فمنجرب نفوت بالبراجنسي بطريقة نكون اكتر ممكن نقدر نتفيدا المشاكل بعد الولادة والسو بورت اللي بيصير بعد الولادة اللي هو كتير مهم وما نقول لسيدة طبيعية أنا لهايك شدي حالك تخيلت طرع فيه انه انت حكيم وعم تقلي هيك فتحت عيوني لازم نعمل شي في طرق كمان عم تحكي عن الهورمونين بس في كمان طرق سيكولوجي ونفسي كمان بال بالكتاب في عدة في منهم نحكي عن الفتيق اللي هو الفتيق اذا بتقرني للفتيق العادي الفتيق العادي كانوا رحتي عالجم وجيت الخطيئة على الكنابية التعبانة الفتيق هو كانوا ركدت ماراتون كل يوم 40 كم ونستوب عشر مرات اكتر من الفتيق اللي منحسه عادة وحتى اذا بتخذ الفتيق يعني كل تشخيص بالمادسين له كود فيه كود لبوست بارتم الفتيق يعني مش انه شدي حالك اكيد تعبت لانه الولادة كانت طويلة بس انه عندك بيبي انه الفتيق هون بيجي دور البارتنر تبع السيدة انه يساعد او تساعد بال مش يخليها لحالة مش خليها لحالة اكيد العائلة كتير مهمة لانه سايكولوجيك بيعتوا من بعض الولادة تحسن الديبرشن انا مني من هالسكول لانه ما شفت بعد فيه دراسات كفية نقدر نعملها بس ويمكن بالمستقبل نعمل لنتفيد الديبرشن بس ما تقلت اكيد لانه الميند والجسم معلقين ببعض مظبوط يعني ما فيه نفصلهم عن بعض فيه ضغط فيه ضغط اجتماعي كتير مهم وشكرا له هذا الكتاب انا كامر ابي بيهمني هل تصفح لا لانه تعرف لانه قد ما فيه ضغط اجتماعي على النساء عن هالصبايا انه المرة لا تكون مرة لا تكمل لازم تكون ام ويفتكروا الناس انه اول ما بتولد المرة لازم تكون فرحانة ومبسوطة لانه لا مش هيك من اليوم لا مش من اليوم لتاني حتى للبي تتعلم عن البوستبارتوم ديبرشن بتقطع من مرحلة لتانية بنهار الولادة بتكون انت شخص ففجأة بتصير اب او ام ومسؤول عن روح تاني ومش تفكر بميميت شغلة ومش طبيعي انه واحد يصير ام المرة ما فيها تخلق ام بتشوف نساء موالدين جديد عم بيبررون بس انا مبسوطة انه اجاني ولد وهني من منح ابدا بس انا بحب او بحبه لهيدا الولد كتير صعب وبعدين بيصير فيه اكيد لانه لانه ناطرين من النساء لما بيصيروا امين انه يكونوا مبسوطين ويكونوا عم بيهتموا بالولد واذا كأنه فشلوا بهيدا القصة مثل ما بنرجع على قصة التستوستيران كمان مربوطة بالرجولية كتير صعب لانه في ضغط في ضغط على طبعا ضغط الاجتماعي كتير بيلعب دور ومرة مثلا بدي ما يكون لحد بيكون بالعكس عم يلعب ضده عم بيحط عليه ضغط اكتر من ما عم بيفيد و من شان هيك حبيت انه هدا الكتاب هلا اكتر ترجم بالعربي كمان لانه بحب يكون لغتي الاول هي عربي هو اللي ترجم قريبا للعربي لانه يستفيدوا منه كل النساء الحلو فيه كمان انه ما بدور يكون واحدة بعدها مولدة من شهر وشهرين فيها تقرأ وتستفيد منه حتى زي مولدة من عشر سنين من من خمسة عشر سنين لانه فيه واشي واحدة لستعملهم بحياته اليومية كيف شخص كيف الام جديدة مثلا فيها بركا تجرب تتخطى هدا التلت الرابع اذا بدك هلا متل ما قلت التلت الرابع ما في مفر منه وهنا ثلاث تشهر بعد الولادة وكل الشخص بيختلف عن التاني سوري البيبي بلوز اللي بيصير البيبي بلوز أصدق اذا ايه متل اذا واحد بيتحضر من قبل بيعرف شو ناطره وبيحضر كل شي يعني بيحضر جسمه وبيحضر التلترق بيخطط انه كيف بد يجرب ينام ويهتم بحاله بالنهاية الام متل ما قالت ماذا قبل انه بيطلق اوه انه تصير ام وتكون لا لازم لوقت متجهة بتعمل رياضة اذا ايثنك تحضير لإله هي the key ام وبعدين متل ما قالت اذا في شي غلط اوه تسأل ام تروع عن طبيب ودر طبيب عادي اوه تسأل انه ما نخبي هدول العوارد لانه كل ما نخبيه انكبتهم كل ما يصيره اسوأ من التبس الاكيد كتير مهمة يعني متل ما قالت واحد يتأكد انه اذا كان عنده اي مشاكل صحية قبل كمان ترجعت وادرست مبركة كان عنده مشاكل غضي مشاكل سكري مشاكل ضغط تشوف الادوي اللي عم تاخدهم تخفف اكيد كمان من واشي عم تاخدهم دورين دات بيريد جارب تنام منيح انه منه انه تنام لانه بدأ في رضاعة بس تجرب لما البيبي نام تنام نفس الوقت في بعض السبليمتز ممكن يتخذوا مثل ماغنيزيوم زينك بأول مناعة اوميجا ثري كمان شو بيعمل هدا هدا بيخفف من بالجسم بيساعد كمان الكبد انه يتخلص من في بعض الامور ممكن واحد ياخدون انا بفتكر اهم 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 شي مثل ما قلت اهم اذا حدا عنده دعم المعنوي دعم المعنوي بيلعب كتير دور كبير فهول انه الشخص بقدر يخدهم هيتفادى كتير من في بتصير حسب الوقت بتردي على الام الولد يعني فيه وقت معين لازم يوقف يرضعو لان انا يعني هل هو انه يصير في رضاعة لعمر السنتين هادي الو اما المنظمة الصحة العالمية بتقل لك up to two years هلأ بعد ستة شهر فيك تدخل solid food واكتر الركومنديشن باقيين بيقول لك سنة رضاعة يعني بعد ستة شهر رضاعة بلس solid food بس الو لانه بتطلع على الشعب بكل العالم وبتعرف فيه محلات بالعالم لسوق الحظ الاكل اللي ما انه متوفر اذا بتقل لك رضاعة اكيد نحن نحبزها اذا هاي شغلة عم تعطيهم عم تحسن لهم من نفسيتهم وان ان تحسن ببنو علا كتير حلو كمان اكيد فيه كمان شابتر عن بريست فيدن بس شابتر صغير لانه بريست فيدن لحاله بده كتاب بس كمان بذات الوقت مش واحد مش لازم يروح يلوم مرة اذا مش عم تقدر تردع كله مربوط فيه نساء ما عم بيقدروا ياملوا حليب ما عم بيطلع لهم حليب انا برنها هاي القصة مثل كمان لانه كمان عال ميديا هلا كمان في بريشر انه اذا واحدة ردعت لازم احنا نعمل مثله وكل شخص مختلف او ضعفة لازم نكون ضعاف ليش الضعف اعتقد هاي دي البراشر عم نحط كمان عال المراهقين انه لازم نكون ضعيفة لتكون حلوة ولازم تردع لتكون كول اعتقد هاي دي المشكلة هاي دي بتخلق البراشر على الانسان انه لازم نكون كلنا مثل بعض و هاي ده هو الستاندرد مين اخترع هدا الستاندرد لازم تردع ومجهورة مش مصدوط فيها تكون ام بتجنن بتحب ابنها بس ما قادرة تعمل مزبوط ماذا يعني جسل ما بيطلع هلا عادة اكتر النساء فيقول تسعة تسينين بالمية بيقدر يعملوا الملك في منهم ما بيعرفوا التكنيكس بس انه اذا جربت ومانا قادرة ومانا حبتها ومع تقدر ومع تقدر وصار التهاء انه اوكي ما انا اخد بتفيد كتير بس انه لاذا عم نحط ضغط زيادة عادة الشخص اللي هو تسعة تشهر حمل ولادة لا 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 بالعكس لازم نشجع وما قدرت ما قدرت انه اوكي عم نحكي عن كل هول الموديع من الاول عم نقول انه ما في كتير كان هلا صار اكتر واكتر توعية عال عهول المشاكل يلي بوجهون الرجال والنساء وعم تحكي عن السوشول ميديا عم نحكي كتير كمان هلا صلنا كم سنة عشر عشر سنين بركة انت بتعرف احسن مني عم نحكي كتير عن تجميد البوائضات والأك وفي على السوشول ميديا عم بيفرجوا كل البروزس اللي يعملوا ويلي برافو عليهم اكيد برافو عليهم لأنه كمان اكيد اهدا تبو كتير مهم لأنه لأنه ما في توعية النساء اللي بيعملوا هاد البروزيجر بيعملوا لما بيوصلوا عن عمر مفروض يعملوا ابكر بالعمر إذا فيك تفسير شو تجميد البوائضات تجميد البوائضات أول شي بلش بحالات نساء عندهم سرطان بتعرف لحي يخدوا كيموثيرابي بتخاف الكيموثيرابي وردياشن بيأثر على البوائضات وبيفوتوا بينه بعمر أصغر بلشت بها يعني إذا حدا عنده كانسر بس بعدين متماقلت صارت وحدة عندها كارير تشتغل ما عندها شريك حياتها ما بتعف شو هيصير عندها بعد عشر سنين صارت درجة تنعمل نساء حابين يعملوا وهن حرين وهذا جسمهم فمتماقلت كل ما تعمل قبل كل ما هيجيكي بوائضات أكتر والكواليتي أحسن بس كمان إنه وحدة عمرها خمسة وعشرين سنة بعدها أول حياتها إنه ليش هلأ بتعمل فيها بس كمان ما بتنتر لعمر الأربعين وتعملهم عدد ثلاثين خمسة وثلاثين عدد هي تكون السيدة صار عندها كارير عرفت حالها يمكن تعرفت على تقريبا تلاتة وثلاثين أربعة وثلاثين هو عمر كان في لأنه بتطلع كمية منيحة من البويضات وكواليتي بعدها منيحة وتكوني بعمر في النضج أكتر بتعرفي حالك أكتر بالحياة إذا أنا أعتقد إنه هذه الشغلة واحدة من التابويات وهلأ عم تنكسر وما فيها شيء أبدا بالعكس إنه السيدة فيها تعمل وفي تفتكر فيه النوشن إنه بتعمل أو شي تكون ناشطة جنسيا إنه هي هذي مش مظبوطة أوكي فيك تعمل وما كان عندك أبدا علاقات قبل هذي هذي واحدة من الشعار كتير مهمين إنه كانت تصير يقولولي إيه إنه كيف نعمل وإنا لا بتنعمل وما حيصير شيء لل طبع السيدة هذي كتير مهمة وبعد ما إتنا قلت إنه إنه إذا تعمل يعني إنه هي ملاح تتجوز بحياتها يعني بصير فيه استجما علي للشخص بس بالنهاية هل بويضات إنه فيها تخليهم جوا وفيها تحطهم برا وإيه في فترة فيك تخليهم أو آه 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 من ثمانينات يمكن أو نعمله من ثمانينات سو ما يعني تكون بي ثوراتيكلي آه آه أوكي سو فين سيدة تعمل الأج فريزنج على ثلاثين وعلى الخمسة واربعين تعرفت على الشخص المناسب فيها تستعملهم آه أو فيها تجيب ولد لحالة أو هذا الشي كمان 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 هيدا أكيد حسب وين أنت بالعالم آه بس إيه إذا هيدا هيدا قرارة هي حرة ما بعرف ليش واحد لازم يحط براشر على هيدول الأشخاص يعني إذا هي قادرة تربي ولد لحالة آه بزرط هي حرة أكيد ما حتكون هينة بس أنه هي حرة نعم مش هينة نحنا عمنا رفقة عم بيعملوا أيج فريزنج بورتيز يعني الشي ثلاثة أرواح بيتفقوا أنه نحنا حنجمد بويضاتنا فبيروحوا يعني بيعملوا كل البروستس هوا هاي أول مرة بس مع فيها لا هزا هزموني علي هم بيعملوها هني شخصيا لأنه طب ليه بنا نعمل بيبي شاور وليما بنا نعمل نحنا بنا نعمل أكريزي أك بارتي سموه أك بارتي مرحبا هلا هي ما لازم شو ما لازم يعملوا قبل فترة يعني كيف بيحضروا حالهم الكلمة لتجمية البويضات هلا أكيد حسب كل حالة بس عادة ما فيش شي تحضير كثير معين في بعض السيدات بينعطوا حبوب من الحمل منشان الأوفريز ما يشتغلوا يعني يريحون لا يبلشوا السايكل لا يقدروا يطلعوا بويضات عم تجبر بنفس العمر بس فيها تبلش بلا أي شي تحضير قبل أكيد مفضل تكون صحة جيدة ما عم تدخن ما عم تشرب طلع فيه حملت هيك وهيك بس ما فيتحضير يعني anything special بلا أي شي تحضير أكيد ذكرت شو رأيك بالإنترمينت الفاسي هو يعتبر كمان بايوهاكينج وأنت كمان أنت يو فاست زمن الغلطان بتتصوم شو فوئد الفاسيج كل ما تقول بايوهاكينج هيك بحس كلمة حاكينج إنه واحد فات على الكمبيوتر طبعا مضبوط هاكينج 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 الكلمة هلا على ماض يعني البايوهاكينج انترميتن فاستينج فيه كتير منافع لإله واحدة منهم هي أوتوفاجي يعني باسيكلي لما الخلايا عندنا تتعب وإذا تموت الانترميتن فاستينج بيخلي الخلايا المنا منيحة اللي خلص صار آخر عمرة تطلع من جسمنا وينظف الجسم من الخلايا الالد خلايا إلا منافع بتخفف الانسولين بجسمنا في بعض الدراسات فرجت إنه ممكن تخفف من نسبة يصير عنا سكري بعدين مشاكل قلب سو إلا منافع كمان هلا السؤال هو كيف تعمل انترميتن فاستينج 12 14 16 24 24 ساعة هون اللغط ما حدا بيعرف أي أحسن بأي طريقة أو واحد لازم يعمل فاستينج أنا بصراحة كل حيتي بأعمل بلا ما أعرف يعني ما كنت حب اتروأ متعشلت ساعة امانة لأكل للظهر لتاني نهار كنت أعملها بس هلقست شوية أكتر فيها يعني كنت أشرب قهوة مع حليب هلق ما بقى أشرب حليب بس بشرب قهوة الصبح وما بيأكل تقريبا 14 ساعة بالنهار بس بتشرب ماي بشرب ماي ضروري هكيد ضروري بس ايجان ما قلتلك مايبي يمكن لازم نصوم أكتر من هيك ما بعرف ما حدا بيعرف بس دفنتلي إلا منافع واحدة منهم بفتكر كمان إذا بنرجع على الدين كمان رمضان لازم نصوم هلق ليش أنه أكيدا نفكر مع الناس الباقيين وهدول الأمور بس كمان إلا منفع صحة كثير ايه سو يعني حتى كل شي ما قلت نرجع لجدودنا الإشها اللي كانوا يعملوها أكيد يمكن ما بعرف ما فكرين فيها بس هلق في عنا صحيح أنه إلا منافع وهيدي شغلة من آلاف السنين أنا بذكر وقتها عملت فاسي ما أكرت يومين لكن أنا بشرب بس ماء 3 3 3 3 3 3 3 قررت هو أول نهار أصعب شي يعني تتنام وانت وجعانك صعب بعدين جسمك بيتعود بس بعد 72 بيبلش الجسم يصير فيه اسمه كيتوسيز بصير الدوخ بصير كانك سكر لك شو صار هلو اسمه بصير ما عارفك ما عارفك ما عارفك ما عارفك وقتها كانت بكوفيد كانت كثير وقت ما نعمل شي يعني عمل لسردي بكوفيد فأررت أعمل أنه ما أكل أول نهار كان كثير صعب ثاني نهار شغل عادة يعني كانت شوي تعبين ثالث نهار كانت عم دوخ وبعت كانت الساعة عشرة بالليل كانت ساعة في نيار أنا أخب أنا أتذكر بفتكري أنت ما بتتذكر كانت ساعة خمسة بيقوم بإلي شوف أنا بعد الدهور قال كثير 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 تعبين لازم فوت نم قال أنا أوكي بس انتبع حالك أنا كثير بخاف من الكسريم أصاص فاتي نم وأنا عم بشتغل نم بدي قلي فيديو من ما ساعة بالليل وباللي يلا فينا نشتغل هلأ وعي فول أنرجي وعي في الحياة 4K يعني عند الطاقة مخيفة وبعدين شفت الشوكين مكتوب أنه الجسم بيسفود بكيتوسس يعني بيبدأ يستعمل كيتونس بالفات كما يقدر يطلعتها تخبرنا أكتر عن هذا البروسيس مطلع الجسم بيحرق الكارب بيحرق الجسم بدك تحرق الفات والفات مثل بيحول كيتوسس مثل الأسيد الأسيد بجسمك اللي حيطلع على دماغك تصير تحس مثل أنت حسيت هلأ ما بعف لماذا حسيت هالأنرجي أنا كنت متخيل أنك خلص عم تهلوس بس أدون لماذا حسيت هالأنرجي القوية بس عاددا بعد 72 أورز واحد خلص بيصير بغير دني يعني مثل واحد عنده تشمع كبد وما عم يقدر يتخلص من هدول الكيتونس بجسمه أو عنده سكر كتير عالي بيعمل كمان كيتوسس بيصير مهالوسين يعني نحطهم بالأي سي يو أنا أنا مرحت بأي سي يو بس ما بعف لماذا حسيت هالأنرجي انت مش تلتين هاي دي بايوهاكين عم تجرب بجسمك كنت عم تحكي عن السيام وعن وعن رمضان كمان في هالأسيام المسيحي قبل العيد عبد الباك يعني غير غير نوع سيام ما زال منشيل كل شي مفروض اللحمة مش انه واحد مش تقاطل الحوانات يعني مش لازم مش انه واحد يوقف الشوكولات والالكول هو سيام إذا بدك الأصلي انه بتوقف كل شي جاي من الحوانات حتى البياض وهيكي ما بتاكل بين 12 بالليلة 12 عبكرة وبصير أكلك كله مت ما منقول بتاكل قاطع يعني بايد على الحبوب وهيكي كمان في شي كمان توريفيكيش اكيد كمان طولي انه كيف فكروا بهذه الشغلة انه ليش عملوا هيكي بس كمان بلان بيست دايت واحدة منه المديتريني دايت هي كتير فيها بس اكيد فيها كمان سمك ولحم بس بتخفف من المشاكل والقلب هلأ عندك كمان انه لا لازم ما يدخل شوية بس انه لبعض الاشخاص هيكي ايه ولفترة مش مرحلة كمان بتاكل الصيام بها الطريقة كمان انه منافع فانت بتاكل مرة بنهار ولا مرتين انا بتاكل مرتين بنهار بتغضى وبعدين بتعشى بكير وشو بتتغضى مساء وشو بتتعشى حسب غدية مرت بيكون كتير شي بسيط لانه ما عندي كتير وقت خلال النهار يعني بس انه بيكل كل شي بيكل سمك بيكل لحمة سالدز كاربز ايه بيكل كل شي شو ما يجع بالي اذا تعشيت مأخر ترجع بعدين تتغضى اخر تنين نهار مظبوط يعني هيدا مجرب ما انك مضطر تتعشى كل يوم ساعة اخر غير لما اكون بالبنان هلا لانهون العشوات كتير مأخرين بس بامريكا العشوات سبعة سبعة ونص ونحن بالبيت عوضنا تعشى بكير احسن 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 ايه احسن لا انه اذا بدك تنام دغري انا عم جاوي انت مجرب كل شي شكلك لانه لا عشا وتمشى بيقوله كمان انه واحد يأكل دغري ينام لانه كل الدم سيفوت على المصران وعلى لتعمل ما بتنام مظبوط احسن واحد ما يأكل دغري قبل ما نام يمكن يعمل اما يطلع الاسيد على المعد وعلى المريء وبيزعج فأكيد واحد ما لازم يأكل دغري ينام عشا وتمشى اوكي او 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 بعد الغدا واحد ياخد ناب يرتاح بس بالليل لا بالليل احسن واحد انه يأكل ساعتين ثلاثة قبل ما يفوت على التخذ حتى الاسفلاشن جدودنا معنا علمي المفهويد هلا فينا نشوف حتى تتفكر فيها نحنا عند العربة واحد يأكل منقل صحتين يعني اتنين صحتين جربت مرة اكشي يشوف من وين جاي هاي الكلمة ما كنت قدر لأ 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 صحتين بس انه الاكل عن جد صحة يعني اذا بتطلع كل امراضنا العلاقة بشو نفوت عجز اكتر شي من فوت اكيد هوا واكل ف ف كلمة صحتين انه مرتين مرتين بيعملوا مثل رياكشن مثل انفلاميشن يعني الجسم عم بيشوفن انه هيدول الجسم غريب عم بيحجاري بيحاربهم عم بيصير في انفلاميشن المصران بتاع المصران هو مثل مثل تيوب فلما يصير في انفلاميشن بيفتح التيوب بيصير تفوتها البكتيريا اللي موجودة بالجسم بتعمل انفلاميشن هيدا الثيوري طبعا شي اسمه ليكي قوت هلا اجن في ناس مع هاشيموتو هاشيموتو هي الالتهاب الغدي ممكن يكون سببا انو ليكي قوت فتت انفلاميشن وعملت انفلاميشن بكل الجسم هاي دي الفونكشن المادسين اللي ما كتير بيقامنوا فيها بس في كتير دايتا انو لا انجات في شي اسمه ليكي قوت سو واحدة منهم هي الاكل اللي منفوتو على جسمنا التوكسن اللي بيفوتو على جسمنا بيعملوا انفلاميشن واي مرة بيصير في انفلاميشن مثلا هالرياكشن بيطلع كتير اشياء بتسبب عوارد يعني واحدة من العوارد اللي كان شوفها بكوفيد ليش الناس كانوا يموتو لانو يعملوا رياكشن كتير قوية على هال انفلاميشن هالفيروس وتسبب مشاكل بالقلب مشاكل بالراوية تعمل جلطات لانو عم نعمل عم نحارب هالانفكشن الانفلاميشن هي سبب لكتير امراض منها السرطان منها يمكن السكري والضغط منشان هيك بيحكوا عن انه هي سبب كتير من هدول الاشياء وكما يبقى ركلا احنا ما يكون عن انفلاميشن اه وصوص متل السيام بتفيد كتير بتتخفف بتخفف بس كمان شوية انفلاميشن يعني يعني شوية يعني مثل كوليستيرول يعني شوية ايه ما بدك انه انت ما تعمل حطيتلك توكسن بجسمك تتركه يعمل اللي بده بجسمك بالعكس بس ما تكون وتعمل عوارد مثل ما صار بالأيام هال للفيروس مثل شوية استرس بالحياة كمان ما ما اقول واحد عيش بلا استرس شوية استرس بالعكس بتعطيك مناعة سيتيتعرف كيف تتجاوي مع حالات معينة كل شي انفلاميشن ايه تنك شوية انفلاميشن بالجسم مننا غلط يعني واحد ما لازم تشترس بسيط انا اعتد يعني نحن لازم نعطر لحالنا باك فرص انه امرار مثلا ما لازم ناكل شغل معينة ريع الجسم كمي هو يرجع يتعوض او يصح حاله اكيد القصص للتغييرات الصغيرة مثلا لحيط برق الالكول اشرب الالكول مدة سنة سنة وشوي تحسن كثير معي كواتي بلشت كنت نباتي لشهر كمين تحسنت يعني رجعت على اللحم يعني تشترس تشترس وشوف انت جسم اي احسن ضايد بتلايم جسمك وبتتابعه بس اي تنك اضرب شي هو واحد انه يعمل يعني كل الوقت نباتي وكل الوقت لحمة وكل الوقت يعني جرب شوف اي احسن شي بيفيدك وكمل فيه شوف اكتر شي شو بترتاح فيه وكله متمع بتقول انه لازم واحد يروح يشوف حكيم او يعمل اكيد لانه في عملي هي انه في عمله اللي حاله بالبيت فيها تكون خطرة لانه الانسان مرات بيخذته عمي احكي عن انه صار في جلوتين فري انه كل الناس صار في لكتوز يعني بتسمع بس منه محد يعني الناس بيقرروا انه هن لكتين سنة عربين سنة ما كان في شي اسمه دزيز هو مزبوط هيدا مرض بحض بس بس لم يكن نسمع فيها قبل يمكن كانت طبعا بس هلأ صار في شي اكثر اكثر كيف عم نعالج ال هال الامح هاي ممكن اللي عم بتعمل المشكلة اي 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 انا بعرف انه كان في دراسة عملية بنسبة للغلوتين والنسبة للغلوتين اللي صارت عند العالم شيلو فرنسا من هيد الدراسة لانه مكانت فرنسا كانت مختلفة لانه 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 بيعمل الخبز كل يوم وما بيحطوا بالخبز وما كان عند المشاكل تازع بكل معنين عشية ما في الدراسة شيلة فرنسا تتبين انه لأ في عندك مشاكل لوتا لانه ممكن من نقول بقيت مزبوط بتحب الفرنساوية لانه كثير كل شيء بالمفتاح للصحة العامة لانه الاكستريم بحس انه اذا تعمل انت شيء توقف تاكل هذا الشيء او تغير حياتك 180 ديجريز اذا لما بترجع للحياة القديمة التي بترجع بشراسة وكوالت متفوض بالحياة معليزة كقدة شوكولات او تبالش 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 في شيء اسمه ريفنج بوضي عم تطوم حلقة عم بتزيد العادات الناجتف بس كمان اذا تفوت كتير بالنسبة للهلث مثل ultramarathon owners اذا ما بيخلو حالهم يكلوا قصص ثاني بيصير يغمو عقلب بيصير عندهم مشاكل فكل شيء مثل ما وبعدين احنا ما تنسى اللي عند ولاد انت اللي بتاكل هو مثل امتحان او مثل موضل لولدنا كمان لازم نعلم لدينا عبكير انه شو الصحة شو مصصحة لانه كمان هيدا هيأثر على حياتهم in general متما عندك كل شي امتحان لبيب كانت سرد بتعقد لبيب بتعقد كانت سرد خلصنا لانا كنت بعد نفكر في عادين شو عنا عملنا بكس انتا كنت اي بي عملنا ما تقول الناس اللي بيلتقوا بحكيم بنصدين عايشة وبيقولوله بلأ بلأ كيفين يفرجيك هون بالأمين بس لانا هون انت كنت بلين يعني بالعكس انا كليل انبساط لانجد للعالم اللي بتلاقي كتبك هنحط اللينك ساكيد بالدسكريبشن وين فيها تلاقيك هلأ الكتب على امازون ومتل ما قلت ان شاء الله باللايبريز واحد منهم بالعربة هجرب ترجموا على العربة تلاقييني سوشال ميديا سوشال ميديا ويبسايت ما رحطو بالدسكريبشن وانا حاضر لأي سؤال حتى الأسئلة الصعبة بعتقد دي سادة كانت كتير مهمة وصلا في سؤال في سؤال لازم ايه هذا السؤال يلي بنسأله لانو هاتيك أمل كل السرد تلا مع مع كل مع كل هولي اللي انت شفتون انت عشتون وعم بتشوف اليوم كيف عم نكسر التابويات وهيكي تعتبر انو في أمل بفتكر بعد من عشته آخر كم سنة وانو شو حسيت وشو شفت دفنت في أمل لانو واحد لازم بحياته ما يفقد الأمل بأي شي لانو صوفر شو تعلمت بالحياة انو شو ما تعمل شو ما شاكل يفايس اما تواجهيها دائما في حل يمكن يكون الحل يخد وقت بس بالنهاية انا دائما مفحص بول مرأة الوقت وشوف واذا عندكم مشاكل بركي مشاكل مش بس معناوية بس كتير كانت حلوة دي السر دي لبيب شكرا نحنا كانت أصيري نعمل 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 ملاحق عن جد كانت مثل فيقول حلم أنا لاحظ حاليا بحلم بس كنتشوف كنا على يوتيوب وكنت شكرا شكرا ويسميكم أمنام مع فكرة معين وميديا شكرا شكرا لك لك نعمل نعمل تغييركم الاسم غير لكن شكرا لبيبي الحلم كمان كان لإلنا أنه نحكي مع شخص مثلك مولم بهول الموضيع لأنه ما بنحكي فيهم مثل ما ذكرت في كتير تابوز وحبالي نحنا نكشفهون ونحكي فيهم أكتر شكرا لكم وإن شاء الله نعود نشوفهم مرة تانية أكيد شكرا قبل ما تفل نحنا عاويدنا أنه نهدي ديف طبعنا تي شيرت من سردة من المرج تابعتنا واو شكرا من تابعتنا لديك اتنين 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 وإيسسن بس اقل وإكسال كنت تابعتنا حسنا شكرا 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 عن جد هذا مرحب بالتود باق تابعون سردة أكتر لأشخاص اللي كمان بدأت تشتري كانوا موجودين عملنا ريستوك مضبوط تي شيرت و تي شرتي لهودي فهولة للسبور لال وطرقنا شكرا 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 شكرا